كيف تقوم بصناعة لعبة مثل هذه على اثنين بس تحتاج كيبوردين اثنين علشان الواحد يتحكم بالتفاحة الحمراء والثاني صديقك يتحكم بالتفاحة الخضراء بكل سهولة بدون لغات برمجة وبرنامج تقريبا يعني مجالي تقريبا يعني وفيه خسارة وفيه فوز وفيه الى اخره يعني فأتمنى انها تكون ان شاء الله يعني لعبة جميلة تحوز على رضاكم والان ننتقل الى الشرح طبعا تحتاجون برنامج construct فيه برنامج construct 3 وفيه 2 انا قاعد استخدم 2 تمام نضغط بعد ما نفتح برنامج نضغط على ناو الجديد يعني ثم نختار هذه مش هذه هذه تمام ثم نختار القياسات لازم نضغط هنا بعدين نضغط على القياسات قياسات الصفحة راح تكون 1920 على 1080 اللي هو full hd نجرب نشوف تمام مضبوط طبعا هذه الصفحة نضغط على control ثم نصغر ونكبر بالحق الماوس اللي ينزل تحت ويرقي تمام مع نضغط على control مطولا طبعا عندنا الصور نحتاج للصور نصمم صور من قبل تمام اللي هي هذه هذه الارضية تمام نصغرها على حجم المربع او الاطار كله كامل وعندنا هذه المنتصف اللي هي تمثل شبكة control تراجع من هنا او control z نفس البرنامج الورد الورد طبعا نصغر ونكبر على كيفنا الان صممنا اللي هو الارضية كل سهولة يعني انا بحاول ان يكون سريع بالشرح نشوف نجربها شفتوا اشلون الان صارت بالشكل هذا بس ما فيها اي شيء طيب نضيف وشه نضيف اللاعبين اللاعب الاول هذا نضيفه واللاعب الثاني هذا نضيفه وايضا الكرة نضيفه فوق طبعا control وزر اللي هو بالماوس نصغر حجم الكرة على الحجم الذي نريده تمام ونصغر الحجم اللاعب على الحجم الذي نريده انا ابغاه اكبر بشوي تمام نقيسه على نفس هذه حتى تصبح يعني دقيقة او يعني كل لاعب يعني على الحجم الثاني تمام نضع هذا هنا طيب ايش كمان ايش عندنا طيب الان عندنا الاوامر جدا سهلة هذه رح تكون الجاذبية الارضية طبعا حنا انتهينا من تصميم هذه الان ابدأ جعل هذا الجاذبية الارضية بحيث ان اللاعب يسقط تحت والكرة تسقط تحت واللعب الاخر يسقط تحت طيب نجي لم اول شي نضغط عليها تمام بعدين الروح لم هذه الكلمة هذه نضغط هنا ونجعله نختار المربع هذا اي بمعنى الجاذبية تمام وهذا برضو نسوي نفس الطريقة بحيث انه يكون جاذبية تمام انتهينا الان هذه صارت جاذبية الان هذا نخليه اللاعب نضغط من هنا نشوفون الحركة هذا معناته اللاعب تمام وهذا برضو نخليه لاعب نفس الحركة من هنا الان نشوف نطبق نلاحظ انهم ايش صاروا يلعبون او يعني هذا لاعب وهذا لاعب طيب الان مثلا خلني انا بختار هذا يقول دبل جامب ولا تبي جامب واحدة قفزة واحدة لا ابغى دبل جامب لو سمحت وهذا برضو دبل جامب وابغى سرعته مثلا ثممية سرعة اللاعب هذا وهذا برضو ناخذه نخليه ثممية الان نجرب شفتو دبل جامب تمام وصار اسرع من قبل طاحوا نشيركم طيب نكبرهم بشكل هذا هذه نكبره تمام ونشوف نجرب راحوا ولا رجع ما علينا انا بنضبطها طيب الان عندنا الكرة نبين نضغط نبين نخليها مثل الكرة ف نحط الشت هذه او القن او الاخرية ما ادري اش اسمه تمام ونحرك خلني اخليه مثلا ونشوف شو راح يصير شفت شرون راح من هنا تمام طيب لما اغير الاتجاه واخليه يسقط الاسفل ما راح يصير شفت شلون طيب الان انا بعد ما اخترت اه هذا وانه يسقط تحت يجب علي اني اضيف حركة معينة الان مثل ما قلنا حنا سقط ولكن مشكلة ما ارتد عندنا خيار هنا نحط يس بس كل ما علينا انه نحط يس اللي هو هذا تمام لقب شوي الان شوف نلاحظ شفت شلون ارتفع ولكن ارتفع فوق وراح وش يجب علينا الان يجب علينا انه نحط هنا برضه مثل المصد مثل المصد وهنا مثل المصد علشان الكورة هو علشان هذا بعد ما يروح يبعد علينا وهذا بعد عشان ما يبعد علينا راح نحط مصد طيب كيف نحط مصد نجي من هنا ثم هذا تمام تمام نضغط ضغطة بس واحدة الآن نقوم نصغرها بالشكل هذا تمام ونحط له الجاذبية نفس طريقتنا اللي هو هذه تمام بعدين هذه نكررها نحط مثلا نسخ كوبي بس انها راح انسخها من هنا مثلا كوبي تمام بعدين لصق اللي هو او خلني بالكيبورد احسن كنترول سي كنترول في بعدين اضغط ضغطة واحدة تمام كرر لي شوفوا كرر لي هذا مرتين الآن راح اضع تمام سقف في الاعلى تمام تمام سقف حطينا هنا وهذا حطينا هنا وبعد راح اكرر هذا كنترول سي كنترول سي بعدين كنترول في اضغط ضغطة واحدة شوفوا انسخ لي نفس هذا خلني بنسخ هذا افضل كنترول سي كنترول في بعدين من هنا تمام الآن راح نطبق ونشوف وش وش صار عليه بسم الله يا سلام هذا ما راح وهذا ما راح والكرة ما زالت يعني شوفوا الكرة لو نلاحظ انها تفغس اللاعب ولا يتأثر او ما تتأثر شفت شلون كيف نخلي الكرة تتأثر نروح هنا نضيف خيار اضافي تمام اللي هو هنا نضيف خيار اضافي نخليه هو يتحرك وايضا جاذب فيه في صفة الجاذبية او مثل ما تقولين يعني مصد او شي زي كذا تمام وهذا برضو نفس الحكاية اللاعب الثاني الآن خلنشوف نطبق شفت شنون يا سلام طيب حلو حلوين يا شباب طيب الآن عندنا سرعة سرعة الكرة أبغاها سرعتها مثلا ألف تمام من هنا نضغط عليها بعدين نختار السرعة شوفوا السرعة كيف صارت صارت مرة جدا سريعة تمام الكرة جدا سريعة طيب طيب الآن أنا عندي كيف أخلي الكرة إذا المست هذه الأرضية فإن هذا يخسر أو إذا المست هذه الأرضية فإن هذا يخسر دعني أغازن هذه لأنها أحسنها طيب طيب وش نسوي نحط هنا ثم مربع تمام هذا هذا نصغر ونكبره الحسب من هنا تمام سأسميه مثلا أخ 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 أهدر مثلا أهدر مثلا تمام شفتوا هذا اسمه أهدر أو يعني اللي هو يعني تسميه على حسب اللي تبيها أنت راح نضيف ثاني اللي هو نضغط الماوس من الجهة اليمنى ثم نضغط هنا نضغط هنا تمام نكبر أو نحط مربع تمام كبره نسميه أخضر أو أفن أهمر 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 تمام تمام عندنا هذا وعندنا هذا طيب الآن ننشئ صفحات إضافية من هنا بدين أفن من هنا بدين أدد تمام بعد نضيف واحدة ثانية تمام هنا بالصفحة الثانية راح يقول خسرت يا اللون الأحمر خسرت يا اللون الأحمر تمام هذه اللي قد خسرت يا اللون الأحمر بس في شرط مهم جدا 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 قبل الله نسوي هذه نسيت خطوة أنه لازم ننسخ الأبعاد أبعاد اللعبة ونطبقها هنا على هذه انتر ونطبقها ونطبقها أيضا على هذه تمام لقد خسرت يا الأحمر تمام طيب وراح أضغط مثلا أعد المحاولة أه أعد المحاولة وبرضو هنا أسوي بس باللون الأخضر لقد خسرت يا اللون الأخضر تمام وبرضو أعد المحاولة برضو أضيف صورة أعد المحاولة تمام حلوين حلوين الحين طال عمركم كيف أخلي أو أوصل أمر أن الكرة هذه إذا نامست هذا فإنها توديني للصفحة هذه والعكس كذلك توديني للصفحة هذه طيب عندنا هنا الخيارات البرمجية ولكنها بدون برمجة رح أوريكم جدا سهلة رح نضغط هنا مثل ما قلنا هنا تمام بدأ نختار هذه أختار هذا الخيار تمام بعدين أختار طال عمركم أهمر ولا أخضر أخضر ولا أحمر أهمر ولا أخضر أخضر المهم وحط لدن ثم بعدين أقول إذا لامست هذا تمام اللي هو الأحمر هذا تمام فإنها تروح لين لم الصفحة الثالثة فتروح لم وين go to الصفحة رقم ثلاثة نجرب أه أكستنا طيب لا أخلى مثلا تروح لم الصفحة الثانية عفوا آسف نشوف نجرب الآن لقد خسرت يا اللون الأخضر طيب وهذه نسوي لها نفس الحكاية نروح من هنا ثم هذه ثم ننزل هنا next بعدين نختار اللون الأهمر نختار 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 بعدين تروح لمن الصفحة رقم ثلاثة رقم ثلاثة it's done يلا تجرب بسم الله طيب خلني أحاول من جديد دقيقة دقيقة خلني بحرك اللاعب هنا عشان بس ما يخسر يخي اخسر هنا أيها تمام حلو مضبطين طيب طبعا أنا لما أشوف الآن هنا وأضغط ما رح يستجيب أو ما رح ينفذ لأنه ما في أصلا أوامر أبغى أعيد المحاولة كيف أضغط من هنا اللي هو الزر الأيمم من الفارة بعدين أضغط على حاجة اسمها touch تمام بعدين أروح لم نشتغل الآن على رقم الثنين نروح لم من رقم الثنين نقول له touch نضغط عليه تمام بعدين نضغط على الخير الأخير هذا بعدين نضغط على الصورة اللي هو قاعد المحاولة بعدين طال عمركم نضغط على من هنا تمام خلني بس أشي أوريكم من هنا تمام نضغط على يعني انتقل إلى الصفحة رقم واحد نجرب الآن ما ضبط ما ضبط ليش الصورة رقم أربعة لأن هذه أعاد المحاولة وهذا أيضا أعاد المحاولة لكن لازم تركزون شوي المهم شوفوا أعاد المحاولة الآن نفس الطريقة راح نسويها مع الخيار رقم ثلاثة أو عفوا الصفحة رقم ثلاثة فنفس الطريقة نسوي كذا touch الخيار الأخير عفوا نختار الصورة رقم أربعة تو اخترنا أربعة بعدين صار خطأ نقول له مثلا ايه الصفحة رقم واحد نجرب الآن يا سلام مضبوطة الآن كل شي مضبوط ها أعيد المحاولة تمام يا سلام وأعيد المحاولة وهكذا طي الآن في مشكلة ويش المشكلة المشكلة طال عمركم شوفوا يتحركوا مع بعض دعني بس أوضحها شوفوا كلهم يتحركوا مع بعض هذه مشكلة جدا كبيرة كيف أخلي هذا لاعب يلعب بكيبورد بكيبورد وهذا يلعب بكيبورد لأنها لعبة مكوناة من لاعبين اثنين الطريقة إن شاء الله إنها سهلة نضغط هنا برضو نضغط على شي حاجة اسمها كيبورد تمام بعدين ننتقل إلى هنا نخصص الأزرار الآن نختار الكيبورد تمام بعدين هذا الخيار تمام عفوا هنا نختار مثلا W زر W jump يعني يطمر تمام طيب من هو من تبغاه تبغاه اللون الأحمر ولا تبغاه اللون الأخضر لا أبغاه اللون الأخضر نختار هذا بعدين jump تمام الآن شوفوا بس هو الوحيد للحالة اللي يقوم يطمر تمام نفس الخيار نفس الخيار أنفذه أو أطبقه يعني من جديد فأقول كيبورد وين الكيبورد؟ هذه بعدين هذه نخصص الزر اللي هو D راح بش يصير أها رايت أوكي أوكي وبرضو بقنا لفت اللي هو الأي أوكي دن واينا أه وينه 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 أمه نختر هذا بعدين نختر هذا بدل الأن شوف أنتطبق شفته شنون الـ D يروح يمين الـ A يصار و الـ W هذا بالنسبة للأزرار حقة اللاعب اللي باللون الأخضر الآن الأزرار الخاصة باللون الأحمر نختار له أزرار معينة مثلا بختار له 8 أوكي منه اللون الأحمر تمام ثمانية قفز تمام و برضه ثانية بعد أحط لها ثانية بقينا يمين 6 رقم 6 تمام منه صاحبه هذا بعدين راح يروح يمين و برضه كيبورد هنا منه صاحبه أو عفوا وش الكيبورد تحرك يصار على رقم 4 done منه هذا lift نجرب الآن يا سلام مضبطين نجرب يا سلام كل واحد قاعد يلعب على حسب نمطة الخاص فيه وبكذا تقريبا يعني أقول لكم انتهينا من اللعبة بس هنا فيه خطأ هني بشوفه تشوفه طمر يعني غريبة ليش صار كذا شفت شنون ما جاء النهاية لذلك أنا أتوقع أن هذا ننزلهم تحت يمكن أو شي ما أدري خلني بأحذفهم وضيفهم من جديد أحذفهم أحذف أحذف تمام وأقول مثلا هذا وش راح يصير وين لحنا وش اخترنا ايه هذا تمام بعدين أهمر دن هو باللون الأحمر وشه رقم ثلاثة صح راح يروح لم وين راح يروح لم الصفحة رقم ثلاثة تمام وهذا برضو نفس الحكاية هنا أحمر توصح نخترنا أحمر أو أخضر لتوقع بعد شوية نخترين أخضر ولا يعني ضيعت شوي يلا ما يخالف go to ها بتجرب أشوف والله على طول خسارة نشوف نشوف أيوة حلو آه 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 يا أخي أخسر يا أخي لن الأخضر أيوة آه مشكلة طيب هنا آه وش المشكلة إيه هنا راح تروح لم الصفحة ثانية صح قلوا صح بس قلوا صح يا ولد أي زين بس وراه هذا يقب شوي يهشوى يلا خلاص خلصنا تقريبا أتمنى أن اللعبة حازت على رضاكم شوفوا توض ربي يا أخي وراه في مشكلة في مشكلة والله يا أخي حسفة التعب يا الله على العموم سوينا لعبة بس طبعا لحفظ اللعبة نضغط هنا ثم هذا الخيار ثم نضغط على هذا تمام نختار نريد أن نسميه مثلا تسميه معينة أو شيء موافق تمام بعدين استركت وهذه تمام الآن نقوم بعملية الحفظ ننتظر شوي على حسب قدرة كمبيوترك بعدين طال عمركم بعد ما ينتهي إن شاء الله راح نشوفها وطبعا هي راح أسوي لها رابط تقدرون تحملون اللعبة مجانة طبعا أكيد ننتظر شوي ثم ننتظر طيب الآن نقول أبن طيب عندك ويندوز 32 بيت أو 64 بيت نفتحها نشوف نجرب نتأكد من اللعبة هل هي شغالة ولا لا أو متاس حلو شغالة طيب يلا بس هذا نهاية الفيديو شكرا لكم على المشاهدة شكرا 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 شكرا